نفذت جمعية شرقة الخيرية المخيم الطبي الثامن للفحوصات الطبية الخميس الماضي بالتعاون مع مستشفى ثومبي لرعاية اليوم الواحد بشارع المدينة الجامعية بالشرقة حيث تاتي هذه المبادرة كجزء من مبادرات الجمعية الصحية في عام زايد لنشر الوعي ورعاية الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض التي تستوجب تدخل العلاجي العجل جاء إطلاق المخيم بحضور طارق سعيد النومان عضو مجلس الإدارة وعلي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعدد من موظفي الجامعية وبمشاركة طلاب المدرسة الأهلية الخيرية بعجمانا وشهد المخيم توفدا كبيرا من قبل راغبنا للخضوع للفحوصات الطبية من كافة الفئات العمرية وقدرت عدد الزائرين ألف مفحوصة في المبادرة التي يتم تنفيذها للمرة الثامنة